صاحب اربعة اطفال زي شيحي لان الدواء بالثلجة ماته بالمويل باليجار ماته عائلة قوامها ستة افراد تعيش تحت سقف بيت متداعج جدران يعاني رب تلك الاسرة من احد الامراض المزمنة التي جعلت منه طريح الفراش في ظل عدم الرعاية الطبية الواجب توفرها للمصابين بمثل هذه الامراض عندها عجز كليات اثنينات وضعياتهم تعبانة فلوس ما عدهم يغسل يوم الاحد والاربعة وكل احد الاربعة يغسل كليتة يجينام من هنا بالبيت بسبيل مرطب جهاله يهفوله حتى بسبيل يرتاح لي لا كاربا عنده ولا بنكة عنده ولا اي اجهزة كارباية عنده خيشوف دولة وضعيات هذا الرجل صاحب العائلة الاربع نفرات ويأمره وروح المستشفيات قل لي علاج ما عدنا مغذي وحشتري منبرة اللوبرشتري منبرة ويرجع يغسل طوله ويقول اخذي اللي بيك احسنت احسنت احسن ما يظل هنا يموت ودي المستشفى ما اكو علاج ما اكو كل شي بالمستشفى نعاني يعني لا من دوة لا من يعني واحد يعني من المستشفى يعني شاف يعني يطوي العلاج يعني كل علاج ما اكو يعني نعاني معانات يعني كل شي شبيرة مأساة ذنب هذه العائلة انها تعيش في مناطق شمال بابل التي يعاني ساكنوها اشد المعانات جراء عدم توفر العلاج لاغلبهم حتى وصلت احوالهم الى كارثة انسانية بكل المقاييس فما بين انعدام الامن من جهة وعدم توفر العلاج اللازم لامراضهم الحارجة من جهة اخرى يبقى مصير اهالي تلك المناطق المنكوبة متأرجحا على حافة الموت الاقرب اليهم من التفاتة احتجهات المعنية احسن ما يبقى يتعاقون على الكراسي خليشوفوا حال المواطنة هذا التعبان خلي التفتولة هم وذا هم ما يقدرون ريد الناشد الطيبين واهل رحم والشرفة انتبوون هالعائلة الطيبة هذي ونجذوها من المرض هذا كلها بفلوس كلها بفلوس هذا انه انا شاعدين بفلوس زني شاعدين بفلوس شوف الثاناتين شاعدين بفلوس مئتين وخمسين الف جداتهم منه ومنه وشاعداتهم مو عندي ديتو قاعدة اشتري قاعدة داوين بفلوس كلها بفلوس ابرة بفلوس ابرة قاعدة اشتري بستين الف هالجواجين بتضربها عمد الضغوط عمد هاي يصعيد قاعدة كلها بفلوس ومعن داني مستشفى ما بيها فارغة مستشفى كلها من السب في ظل انشغال الحكومة الحالية بالعملية العسكرية التي خلفها رئيس الوزراء السابق نور المالكي في كافة انحاء العراق يبقى الواقع الخدمي للمستشفيات والكثير من مفاصل الحياة الاخرى مترديا ويعاني الكثير من العقبات خصوصا في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية طالت اكثر ساكنيها بالاذا ترجمة نانسي قنقر